جربت الميزة الجامدة دي ميزة فحص حسابك على تيك توك ازاي تعرف كده الفيديوهات المخالفة ورسائل المخالفة او الكومنتات المخالفة او اي حاجة عندك مخالفة على التيك توك ميزة فحص الحساب فتابع معاي السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي ياسمين عشور النهاردة ميزة جامدة جدا نزلت في التحديث الاخير في التيك توك ميزة فحص الحساب واللي ما يعرفش الميزة دي تابع معاي الفيديو للنهاية علشان نعرف الميزة دي وطبعا ميزة جامدة جدا وهتعجبك ياريت تعملي لايك الفيديو ولو ما تشوف قناتي تعملي اشتراك في القناة ولو عندك اي سؤال او استفسار اكتبلي في التعليقات وانا هرد عليك وما تنساش تصلى على نبيه الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام ويلا بينا على الميزة دي الميزة دي لو ما ظهرتش عندك كل عليك هتعمل تحديث للتطبيق تطبيق التيك توك من على متجر بلاي او اب استور عندك على الموبايل بتظهر معاك على طول ويلا بينا على التيك توك بنروح كده على التيك توك مع بعض كل علي ان انا بروح على حاجة اسمها الملف الشخصي بضغط عليها من هنا بيظهر لنا الايكونة اللي فوق دي باختارها ومن هنا بروح على تيك توك ستوديو بتضغط عليها بتلاقيها موجودة تحت الرمز بتاعك بالضبط بضغط عليه كل علينا بنتظر لما الصفحة تفتح وبننزل كده بنلاقي حاجة اسمها فحص الحساب لما بتضغط على فحص الحساب دي هنا بيعملك فحص الحساب بتسجيل الدخول منشورات تعليقات الملف الشخصي والرسائل عندك وهنا بيبدأ يعمل المنشورات عندي اللي هي الفيديو هات ويبدأ ان هو يفحصها زي منو شايفين كده بيعرفني Weiter اندي مخالف واقي عندي مش مخالف يعني في فيديو فوق عندي مخالف اهو في تقريبا فيديو رمضان وهنا بنبدأ ان هو بينزل كده وبيقولي ايه الفيديو هات المخالفة طبعا الفيديو هات كلها اللي تبعي هي muse مخالفة الفيديو هات تم تقييد المنشورات الفيديو هات طبعا عندي اثنين دي الوقتي فيديو الرمضان Ana كنت عامل عليه صوت ولكمان في فيديو تاني التيك توك بقى دلوقتي عاوزك تعمل محتوى حصري يعني ولا تستخدم صوت تاني ولا اي حاجة عاوزك تعمل محتوى حصري بصوتك بمنتاجك بتصويرك بكل حاجة بتاعك انت طبعا انا كده بيقول ان فيه طب مطقية اتنين من المنشورات لو انت ضغط عليهم بتلاقي ان غير مؤهل وغير مؤهل كل علي ان انا المفروض احذف الفيديوهات دي علشان ما تضرش الحساب بتاعي كده هو عرفنا خلاص ان المفروض هنا لو الفيديو مهمة او بالنسبة لك تضغط على الفيديو بالشكل ده تضغط على الفيديو بالشكل ده كده وبنقدم طعن لما بتقدم طعن انت بتبعت لهم هنا طعن بنضغط عليها وهنا انتهت صلاحية اخر موعد للطعن احنا بنضغط على موافق طبعا انت كانت الصلاحية خلاص انتهت بتاعت الطعن وطبعا الفيديو ده كمان لان الفيديو بقى له فترة بصراحة فطبعا احنا هنعمل ايه لو ظهرلك برضو انتهت صلاحية اخر موعد للطعن احنا بنكلم الدعم بتاع التيك توك علشان ان اه يعني ايه يخلوا الفيديو لو هو مهم اما لو هو مش مهم فانا هو مش مهم عندي انا هحزف الفيديوهات دي علشان هي مش مهمة عندي وبس كده بكده عملنا فحص الحساب وعرفنا ايه الفيديوهات المخالفة وكمان مفيش رسائل عندي مخالفة او كومنتات مخالفة والحمد لله عندك اي سؤال او استفسار كتبلي في التعليقات بارد على كل التعليقات اشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته